احنا سوم الرسل واريد لهذه المناسبة ان تكلمكم عن رسول اعتبر اعظم الرسل بلا منافق وهو القديس بولس الرسول القديس بولس الرسول هو اكثر واحد كتب في العهد الكديم يعني كتب 14 رسالة وال14 رسالة فيهم 109 اصحح بينما الاناجيل الاربعة كلها فيها 89 اصحح يعني رسائله ازيد من الاناجيل الاربعة بعشرين اصحح يعتبر الثاني في من كتبه في كتاب المفدس الاول هو داود النبي والتاني هو دولس الرسول هو انسان لم يكن من الاسم عشر رسولا ولا كان من السبعين رسولا جهت بعض اخر ولكن اول ما دخل دخل بطريقة جدية فكانت كرادته اعظم من جميع كرز في اورشلين وفي انطاكيا وفي قبرص وفي اسيا الصغر وفي بلاد اليونان وفي اوروبا وكرز في روما وهو الذي اسس كنيسة روما ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق ودي موجودة في سفر اعمال الرسل الصغر تسعة ودعاه لكي يكون رسولا واناء من مهتره ظهر له ايضا مرة اخرى ظهر له ايضا مرة اخرى ودي في اعمال 18 في كورونسوس ظهر له في رؤيه وقال له لا تكت بل تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يطع بك احد ليؤذيك لما كان في كورونسوس ظهر له ايضا في اعمال الصح اثنين وعشرين وقال له ها انا مرسلك بعيدا الى الامر وظهر له مرة اخرى وقال له كمنا شاهدت لي في ايروشلين ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا في اعمال الرسل الصغر تلاتة ورشين اي احد عشر يبقى كأن المسيح ظهر له اربع مرات اربع مرات مرة في اعمال الرسل الصغر تسعة لما دعاه ومرة لما كان في كورونسوس في اعمال الرسل الصغر تسعة من عشر ومرة تلتة من حدها انا مرسلك بعيدا الى الامر ومرة ربعة لما انت كان شاهدت لي في ايروشلين ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا ما فيش ولا رسول ظهر له السيد المسيح بعد الصعوب اربع مرات غير بولوس الرسول مركزه ايضا هو الوحيد الذي صعد الى السماء الثالثة وسمع اشياء العيون خطره في اثنين فرونسوس قبل ارتفع من كثرة الاعلانات اعطيته شوكة في الجسم يعني كان ليه ربنا ادهه اعلانات كثيرة وخوطا عليه من الاعلانات الكثيرة اعطاته شوكة في الجسم والشوكة اللي في الجسدية قيل فيها ثلاث اراء اما كانت حمه بتتعبه بين الهين والاخر حمه مدارية او انه ضعف في نظره عشان قال اكتب اليكم بحروب كبيرة او دمانا وحاجات في جسمه عشان كده كانوا يكبر مناديل او مهازر من على جسده فتشفي الامراض وتخرج الراح الشجير هو ايضا في مركزه صنع الرب على يديه خواد كثيرة كمعجزة في امال 19 خواد غير معكدة من معجزاته ايضا ان هناك جارية كان بها روح عذاقة وكانت تدل الناس تغرس الرسول بالسلطان امر هذه الروح ان تخرج منه بعد كده نسكوه وضربوه العصية الى من ضمن معجزاته ايضا انه اقام افتيخه من الموت كان بولس الرسول بيوعظ وافتيخه اذا كان قاعد في الدور الثالث جنب طاقة وعنيه مستلب بالنوم فوقع في الدور الثالث وقول لي تصريح ان الواحد ينام اثناء العذاق بدلل ان افتيخه اثناء اثناء ما كان بولس الرسول بيوعظ افتكروا انه نزل ومات بولس الرسول نزل عانقه وارضوحه والاعتزال فيه وسلمه للناس صاحب وان يمشي دي وردت في اعمال الصحة الشريف ايضا بولس الرسول ضرب عليم الساحب للعمة فلم يعرف اين يمشي والناس قضوه لانه كان يقاوم كلمة الله ومن معجزاته ايضا او قوبته لخاطر كورنثوس كما وعد كورنثوس الولى الصحة مولس الرسول كان له تلاميذ كثيرون من ضمن تلاميذه لوق البشير ومن ضمن تلاميذه مورتوس البشير الوديار مصرية ومن ضمن تلاميذه تيموساوس اللي هو كتاب له بسلتين ومن ضمن تلاميذه تيتوس اللي كان يمشي الوصول كتاب له رسالة ليه تلاميذ ايضا في خيكوس وارستاركوس وننفاس واكلة وبرسكلة وفيدي الخادمة الشناسة ودي ناس اللي ترد ومجموعة كبيرة جدا ذكرتهم في رمية 16 هو في رسائله كتب 14 رسالة محتوياته اكتر رسول اتكلم عن النعمة اكتر رسول اتكلم عن النعمة هو دوت الرسالة وبخاصة في رسالته الى رمية ورسالته الى غلطة واتكلم عن النعمة والمبروج البشري والاعمال وهو اكتر واحد اتكلم ضد التحويل ضد اليهود الذين ارادوا انهم يهودوا المسيحية واكتر رسول اتكلم على قدام الكنيسة القسطس وشروطه القدسيس وشروطه الشماس وشروطه الخادمات في الكنيسة الاغام الصغار والكبار الى اخر واكتر اتكلم عن المليء الثاني وعن القيامة وعن اجساد القيامة وعن الاختطاط اتكلم كتير عن القيامة في كورونسوس الولى 15 والفصل ده بمقراب كالبولس اثناء الجنازات اتكلم عن الاختطاط في تسالونيك الاولى الصحة 4 اكتر واحد اتكلم عن المواهد الروحية في كورونسوس الاولى 12 واكتر واحد اتكلم عن الالسمة في كورونسوس الاولى 14 واكتر واحد اتكلم عن المحبة في كورونسوس الاولى 13 اتكلم عن المعمودية واتكلم عن لهوت المسيح واتكلم عن البتولية في كرنسو سهولة 7 اتكلم عن محبته لليهود في رمية الصحيصة آية 3 الودات لو أكون أنا محروما من النسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد وأيضا اتكلم ضد التأويل بيحاول أن ينزل بين الأمرين بوبس الرسول خدم مع برنابة أوقات كثيرة أوليبولوس وبرنابة وخدم مع سيلة أوقات كثيرة أوليبولوس وسيلة وخدم مع أبولوس أوليس وأبولوس كما ورد في كرنسو سهولة الصح 3 وتكلم عن الإفتقاد في الخدمة فقال لزميله برنابة هلما نرجع ونفتقد إخلاطنا في كل مدينة نادينا فيها باسم الرب كيف أم يعني أكتر واحد يدينا درس في الإفتقاد هو بوبس الرسول بوبس الرسول كانت لهم مشكلة ايه المشكلة دي زي ما قلتلكم ما كانش من الاثناشر رسول ولا من السبعين فالبعض اعتبروه ليس رسولا والبعض اعتبروه تلميذ للرسول ودية كانت ممكن تعطل كبنته وتعطل رسالته لذلك نرى بوبس الرسول بيدافع عن نفسه يعني يمكن كتير منكو في الروحيات يقولوا مش أصول الإنسان يدافع عن نفسه بوبس الرسول دافع نفسه في هذا الموضوع ليس من جهة انه يبرر نفسه لكن من جهة انه يثبت رسالته يثبت رسالته ففي الدفاع عن نفسه وفي كلامه عن افضليته ما يقول انا افضل انا افضل انا افضل مش افضل لا دافع افضل يعني اكثر فضلا يعني يقول ايه برونسوس الثانية الصحة 11 اقول ايضا لا يظن احد اني غبي وإلا تكبلوني ولو كغبي لأفتخر انا ايضا تكبلوني ولو كغبي لأفتخر انا ايضا كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه وبعضين يقول اني لا اقل عن احد من الرسول اهم هدرانيون فانا ايضا اهم اسرائيليون فانا ايضا اهم ناس لابرهيم فانا ايضا اهم خدام المسيح اقول كمختل العقل فانا افضل يعني ممكن بحث فيكم بقول ازاي بقول السيد الرسول بيقول ما بيقول كمختل العقل يعني ما بيقول يقصد علشان ما تقولوش ان انا مش رسول او ان انا تلميذ للرسول فانا افضل في الاتعاف افضل في الضربات او في السجون اكثر في الميتات مرارا كثيرا من اليهود خمس مرات قبلت اربعين جلدة الا واحدة ثلاث مرات قربت بالعصي مره جمي ثلاث مرات انكسرت بها السفينة ليل ونهارا قضيت بالعمة باسهار مرارا كثيرة باختار سيول باختار لصوص باختار من جنسي باختار من الامم باختار في المدينة باختار في البرية باختار في البحر باختار من اخوة كذبة في تعب اكثر في اسهار مرارا كثيرة في بوع وعطش في اسوام مرارا كثيرة في مرد وعري عضى ما هو دون ذلك اتراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنابس من نبض انا لا ابعد ام عصر وانا لا اذان قال الكلام ده كله وقال اتعاب دي كلها اللي افتر من الرسل احسن حب يقول انه هو محبصون قال فيه حب منهم تعب زيه انا حب انا حب ليس لكي يأخذ مجدا من الناس انما لكي يثبت رسالاته ولذلك غير كده كان دايما يقوم في رسائله بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله كما بدأ رسالته التامية في الرنسوس ورسالته الى افاسوس ورسالته الى كولوس وفي رسالته الرمية يقول المفرز لانجيل المسيح وفي رسالته الغلاطية يقول بولس رسول لا من الناس ولا بانسان بل بيسوع المسيح ده الراجل اللي ايه بيشوفه فيه كرساليته بالاضافة الى الدفاع عن رسوليته دافع فيه مرار اخر مرات تانية هو يعني بعضكم ربما بيفتكر ان الدفاع عن النفس ده خطير لكن بولس الرسول اكتر واحد دافع عن نفسه وكان روحيا فيه ذلك ففيه اعمال 16 كانوا ضربوهم ورموهم في السجل وبعدين اطلقوهم فبولس الرسول قال ضربونا ده غير مقضي عليه يعني ما فيش تحقيق وفيش قضاء ضربونا ده غير مقضي عليه ونحن رجلان رومانيان هو وسيلة وارقونا في السجل فهل الان يخرجوننا سره؟ كلا بل يأتيهم انفسهم ويخرجوننا يبهدلون في العالم ويعتذرون في السر مش ممكن فلما اخبر الجلادون والولاد هذا الكلام اختشف انكسف لما سمع انهم رومانيان فجاءوا وتبرعوا إليهم وأخرجوهما وسألوهما أن يخرج من المدينة وخرج من السجل ودخل عندي ليبيا بقعة الكربون يعني الراجل بيحافظ على كرمته وبيدفع الناس فيه دفاع قابل جاء في أعمال 16 في أعمال 22 لما أمر الوالي انه بيأخذ دولس ويجلدون كان هو قاعد يتكلم عن ايه اللي حصل و ايه الرؤية اللي جاءت من المسيح وأن المسيح قال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم فاليهود لما سمعوا الكلام دي هاجوا ماجوا رفعوا أصواتهم وقالوا ايه كنت مثل هذا من الأرض وأنه لا يقول له أن يعيش وكانوا بيصيحوا بيعملوا هيصة فالأمير قال لهم خدوه وابحصوه بجلدات وشوفه في كي تريد أول مما الدهر الصيار وبهم يجلدوه قال لهم أيدوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مخضيا عليه هل منحقكم أنكم تجلدوا رجل روماني غير مخضي عليه يعني ما اتحكمش في القباء وقباء حكم عليه فأول ما سمه كده راحوا للأمير وقالوا له ايه الحق ده بيقوله أنه روماني فجاء الكمير وقال له هل أنت روماني قال له ايه فقال له الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال أولس أما أنا فقد ولدت فيه ولد في ترسوس في بلد روماني فقال طبعا اختشوا منه وللوقت تنحى عنهم الذين كانوا مسمعين أن يجلدوه واختشى الأمير لما أعلم أنه روماني ولأنه فبط يد ونجل من الجلد مرة تاني كان اليهود عايزين يموردوه وقاعدين يهيس ويعملوا كلام كتير فالولاة أرادوا أن يسلموه لليهود ولو سلموه لليهود فلنوا هيفترسوه فبولس الرسول كلام ده أعمال 25 قال لهم إيه بولس الرسول قال أنا واقف لدى كرسي ولاية قيسة حيث ينبغي أن أحاكم أنا واقف صد كرسي ولاية قيسة ولاية قيسة حيث ينبغي أن أحاكم وأنا لم أظلم اليهود في شيء ولا أحد يستطيع أن يسلمني لهم ولا أحد يستطيع أن يسلمني لهم إلى قيسة أنا رافع من دعواي قال للأمير قال له أنت هتسلمني اليهود مش محقق تسلمني لليهود أنا واقف أمام كرسي ولاية قيسة ولا يستطيع أحد أن يسلمني لهم إلى قيسة قال له إلى قيسة تذهب وما رضيوش يسلموك لليهود راجل عارف نركزه وبيدافع وما يتخدش كده في الطرار من غير محد يحس به راجل كمان كان عنده زكاة فمرة كانوا اليهود هيدين عليهم فبص فيهم فلاق فيهم قسم من الصدوقيين وقسم من الفرنسيين الصدوقيون لا يؤمنون بالقيامة من الأموات ولا يؤمنون بالراحة ولا بالعلمة والفرنسيين مثل السكين فأول ما لقى أعداؤه فيهم فرنسيون وفيهم صدوثيون قال لهم إيه قال صرف في المجمع وقال أيها الرجال الأخر أنا فرنسي ابن فرنسي وعلى رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم فالفرنسيين لم أعرفوا أنه فرنسي لي فرنسي وعايز يحاكم على رجاء قيامة الأموات والصدوقيون عندهم شيء قيامة الأموات اختنفوا لدن فبعضوا وقعضوا وخبطوا وبعضوا وهو نفت من الحكاية والفرنسيين لسنا نجد شيئا رضييا في هذا الإنسان إن كان روح أو ملاف أتكلمه بلا محاربا من الله لأن الصدوقين لا يكونوا بروح ولا بملك وخرج الراجل نفت من الموروح نحن أمام شرخص زكري وشخص يعرف هو ماشي فينه وإيه حقوقه وإيه واجباته وإم تعداده عن نفسه على فكرة مقال لهم أنا وقف أمام كرسي قلية قيصر وإلى قيصر رفعت دعواي وقالوله إلى قيصر فالسهر هو كان عايز يروح لروم علشان يبشر في المسيح في روم فقال أنا أرفع دعواي لقيصر يودوني روم وودوه روم بمملك بحراسه الناس وكله ورح بلاش لغاية الناس الهناد لأهم عليه فأطلقوه فلما أطلقوه استقجر بيت في روم وقعد سنتين يبشر بالمسيح بلا مانع بغيثا ما أسس كنسة روم كما يذكر سفر الأعمال إصحاح 28 في آخر السفر حسنا ما هتفيك يقول له قيصر رفعت دعواي يعني بيتك لها زرعة بشري لا هو عايز يروح روم يروح روم بأسهل الزدو على كل هذا كان بولس الرسول رجلا مطلع لما رحل استرى وعمل معبزات اشتكروا إله وقالوا الآلهة نزلت من السماء وأخذت شكل البشر وجابوا زبائح لكي يصبحوا الزبائح ليش أعمال الصحة 14 فقال لهم يا جماعة إحنا بشر زيكم إحنا بني أدنين زيكم ربنا دا حاجة تاني فقالوا لهم أنت مش قلقات نسكوه وقعدوا ويرجموه لغاية لما ظنوا عندهم مات فسحبوه بره التلاميذ خذوه لأوه لسه عايش فما كانش يقبل الحاجات هو من جهة تواضعه ليه حاجات كتير تدل على أنه كان إنسان متواضع كان بيقول الخطاه الذين أولهم أنا لما جه يتكلم عن قيامة النسير قال آخر الكل كأنه للصد ظهر لي أنا لأني أصغر الرسل أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اتخط كنيسة الله أنا أصغر الرسل أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اتخط كنيسة الله وقت التواضع قل أنا ما استعقش عن الرسول ووقت ما يقولونه أنت ما تنفعش الرسول فأنت تنميز الرسل يقول أنا أنا من تحسن من رسالته الأول إلى تنميذ موساوس الهصاحة الأول آية 13 في الحضرة الظليل بينكم وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم يعني وأنا بعيد عنكم بكتب رسائل متجاسر عليكم لكن أنا في الحضرة زليل ويقول لهم أيضا ليتكن تحتملون غباوتي قليلا فأنا أغار عليكم غير الله وفي أحمل عشرين وحتى تاتين يقول متذكرين أني ثلاث سنين لن أفطر عن أن أنزر بدموع كل أحد ينزر الناس بدموع مش بصلاة يقول اخضلوني ولو كغبي أدولك مختل للعقل أنا ومن الحاجات اللطيفة أنه في بعض الرسائل مش بيقول الرسالة من بولس مرة بعد لفليبتي البولس وتيموساكس يعني تلميذ من تلمزته حق اسمه جمع وفي تسالونيك الأولى البولس والسلوانس وتيموساكس وبرضو في الرسالة تانية كده بولس وسلوانس وتيموساكس في رسالته إلى فليمون يقول بدون رأيك لم أرغ أن أفعل شيء وقال له على إنسيموس أقبل هلاك عبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخنا محبوب بولس الرسول يكاد يكون هو الإنسان الذي وضع أسس العقيدة المسيحية للناس أسس العقيدة اتكلم عن كل حاجة بطريقة مش كل واحد اتكلمته نطلب شفاعته وبركاته وبركاته